اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازلنا في باب الناهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى من كتاب الكافي الشريف الحديث الرابع من هذا الباب عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال لو اجتمع أهل السماء والأرض أن يصفوا الله بعظمته لم يقدروا إذا جميع أهل الأرض بما فيهم الأولياء والأنبياء وكذلك جميع أهل السماء بما فيهم الملائكة المقربون هؤلاء إذا اجتمعوا لو اجتمعوا لو حرف امتناع لو اجتمعوا وأرادوا أن يصفوا الله سبحانه وتعالى بعظمته بعبارة أخرى أن يصفوه كما هو ما تمكنوا لماذا؟ لأن كنه ذات الله رفيع جدا بحيث أن أي مخلوق أي كان يستحيل أن يحيط بكنه ذات الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يحاط وعظمته ليس لها أحد وصفاته الذاتية ليس لها أحد فكيف يمكن للمحدود أن يدرك غير المحدود؟ فإذا لم يتمكن أن يدركه كيف له أن يصفه بما هو حقه؟ لا يمكن إحنا الآن في الأمور المادية إذا الشيء ما نعرف حقيقته لا نتمكن من وصفه وصفا صحيحا حسا إذا جابوا لنا جهاز هذا الجهاز لا نعرف حقيقته فقالوا لنا صف هذا الجهاز لا نتمكن من أن نصف هذا الجهاز بما هو حقه نعم صانع الجهاز إذا بيّن أوصاف عامة يمكننا أن نردد تلك الأوصاف لأن صانع الجهاز يعرف حقيقة وكنه الجهاز الذي صنعه الله سبحانه وتعالى لا يمكن لنا أن نحيط به علما ولا يحيطون به علما كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة ولا يحيطون به علما لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى بأن تعلم بحقيقته وكنه ذاته فكيف يمكنك أن تصفه فلذلك عليك أن تتوقف وأن تراجع القرآن الكريم وتجد أن الله سبحانه وتعالى كيف وصف نفسه تقتصر وتكتفي على ذلك الوصف لو اجتمع أهل السماء والأرض أن يصفوا الله بعظمته لم يقدروا الحديث اللاحق أحد الأصحاب يكتب يكتب إلى أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا الكتاب طبعا مضمون هذا الكتاب وهذه الرسالة في رسائل مختلفة وجهت إلى الإمام الحسن العسكري وإلى الإمام الهادي عليهما الصلاة والسلام وإلى الإمام موسى بن جعفر وإلى غيرهم وجهت هذه الرسالة ويسألونهم عن حقيقة التوحيد لأنه في زمن المأمون خاصة العباسي ترجمت الكتب اليونانية وكتب الفلسفة وكتب الحضارات الأخرى وهؤلاء قد تعرضوا إلى ذكر الخالق وذكروا أمور لا تليق بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه كل مجموعة تعيش في بيئة هذه البيئة مثلا الناس يعتقدون بالأصنام أو يعتقدون بآلهة أو يعتقدون بأي اعتقاد باطل آخر فالأطفال الذين ينمون في تلك البيئة ينمون مع هذه العقيدة وبعضهم يدرس ويصل إلى درجات علمية راقية فيأتي وينظر لما يعتقده هو من صغره ولما يعتقده آباؤه وأجداده المشركون الجهلة كانوا يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون لكن بعض هؤلاء كانوا يدرسون ويصلون إلى مراتب راقية من العلوم العقلية فيبدأون في التنظير لتلك العقائد الباطلة ويأتون بأدلة باطلة لكن لها صورة حق دائما الاستدلالات الباطلة لها شكل تشبه الحق وإنما سميت الشبه شبه لأنها تشبه الحق الباطل إذا كان واضح أنه باطل لا أحد يقبله فلابد أن يكون للباطل صورة جميلة تكون سبب لإنخداع الناس بتلك الصورة فحينما ترجمت هذه الكتب ودخلت هذه العقائد الغريبة ومن طرف آخر الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هؤلاء كانوا مكتوفي الأيدي صحيح كانوا يبينون لأصحابهم ويبينون للثلة المؤمنة المحيطة بهم لكن الإعلام والمدارس الرسمية والنوادي العامة كانت بيد أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيدوع عاظ الصلاطين وهؤلاء من جانب أدخلوا هذه المعتقدات الفاسدة التي جاءت من خارج العالم الإسلامي من جانب آخر الأحاديث الموضوعة التي وضعوها أو نقلوها عن الوضاعين دخلت فحدث حراك كبير جدا ولكن الحراك إنما يكون مفيد إذا كان هناك جانب الحق يتمكن بحرية وبسعة يبين الحق فعندما الناس ترى الحق وترى الباطل يقول لهم عقول يختارون الحق لكن إذا الحق مكتف والذين يفوهون بالحق مسجونون لا يتمكنون من الكلام العلني أو لا يدعون إلى النوادي العلنية لذلك هذا الحراك يكون حراك مضر لأنه تكون النتيجة آراء باطلة على كل حال فلذلك في مسألة التوحيد حصل خلط في أذهان كثير من المسلمين لأن كثير من وعاظ الصلاطين ومن الذين يدعون العلم هؤلاء اختاروا مذهبا فاسدا أو ابتدعوا مذهبا فاسدا وروجوه بين الناس والسلطة تارة تروج لهذا وتارة تروج لذاك تارة تروج لحق وتارة تروج لباطل كما هو دعب السلطات الظالمة يشغلون الناس بأمثال هذه المسائل حتى لا يفكر الناس في المسائل السياسية وفي حقوقهم الأساسية على كل حال فيخلطون الأوراق فيضيع الحق بالباطل ويشتبه الأمر في تلك الفترة المؤمنون الموالون قسم منهم كان يعيش في المدينة يتمكن من الذهاب إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام والسؤال عنهم مباشرة لكن في بعض الأحيان قسم من المؤمنين يعيشون في مناطق نائية وهم أقلية قليلة جدا وبعض الأحيان الأئمة كانوا محاصرين إما بسجن وإما في معسكر مثلا الإمام الهادي والإمام العسكري كانوا في مكان أشبه بالسجن لأن السامراء كانت معسكر ولا يمكن الوصول إليهما بسهولة الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام كان مسجوناً لفترة طويلة وإنما يستثنى من ذلك فترة قصيرة حينما كان الإمام الرضا ولياً للعهد فجمع المأمون مجموعة من العلماء الكبار من المذاهب المختلفة فكان يريد أن يفحم حسب زعم الإمام وأن يفحم الإمام في الحوار والجدال مع هؤلاء فشكل مجالس عامة وأتى بأعلم العلماء في المذاهب المختلفة ليناظروا الإمام الرضا وهذا كان نقطة لبيان كثير من العقائد الحقة بحيث أن المأمون بعد ذلك تندم لأن علم الإمام عليه الصلاة والسلام ظهر هو كان يريد أن يكسر الإمام عليه الصلاة والسلام فالأمر انقلب عليه على كل حال فلذلك كانوا يكتبون إلى الأئمة عليه الصلاة والسلام وكتابت هذا السؤال أنه ما هو التوحيد الحقيقي كثر في تلك الفترة يقول كتب الإمام عليه الصلاة والسلام أن من قبلنا يعني الذين هم موجودين في منطقتنا من مواليك لأن الراوي إبراهيم بن محمد الهمذاني وهمذان الآن تسمى همدان اسمها الفارسي همدان عربت إلى همذان حتى يكون هناك تمييز بين همدان اللي هي مدينة في غرب إيران مع قبيلة همدان وهي قبيلة يمنية أصيلة ولعله الآن يقال لهم الدواسر وقبيلة همدان كانت قبيلة من القبائل التي ناصرت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حروبه مع أعدائه وكان فيهم المؤمنون الموالون الأقوياء في الإيمان فللتميز بين همدان اللي هي مدينة وهمدان اللي هي قبيلة يمنية عربوا همدان إلى همذان فهذا إبراهيم بن محمد الهمذاني من مدينة همدان يقول أن من قبلنا من مواليك يعني الناس الذين يعيشون في مدينتنا قد اختلفوا في التوحيد شيعة اختلفوا في التوحيد لماذا اختلفوا في التوحيد لماذا ذكرنا أن الأئمة محاصرين والآراء الباطلة منتشرة ولعل البعض يتأثر بالإعلام الآن نحن نشاهد مع سهولة وسائل الاتصالات والمواصلات الإعلام المعادي كثير من الأحيان يسبب تشويش في أذهان المؤمنين فكيف بذلك الزمان هذا من جانب ومن جانب آخر كثير من المؤمنين الشيعة كانوا في الأصل من المخالفين لكن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الإيمان ومن الطبيعي أن الإنسان إذا هو شب وكبر ضمن عقيده حتى إذا إج بدل جذور تلك العقيدة ورواسب تلك العقيدة السابقة تبقى في ذهنه وفي قلبه وعليه أن يحاول لكي يقتلع جذور العقائد الفاسدة والباطلة إحنا شاهدنا كثير من الناس هو مسيحي مثلا يصير مسلم هو معتقد بالإسلام مصاير مسلم لكن في كثير من النقاط تبقى المسألة جذور المسيحية موجودة فيه نشاهد واحد من المخالفين يتشيع صحيح هو متشيع ويعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله عين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأمر من الله خليفة من بعده ومتشيع ويصلي حسب طريقة الشيعة وعباداته معاملاته وأموره حسب عقيدة الشيعة ولكن تبقى جذور الخلاف في ذهنه ويحتاج إلى فترة طويلة لكي يقتلع تلك الجذور ولذلك نوجه نصيحة للمستبصرين بأن لا يكتفوا فقط بمطالعة المسائل العقدية يعني المسائل العقيدة في جانب مسألة الإمامة فقط وإنما يحاولون أن يطالعوا ويتفكروا ويتأملوا ويسألوا في مساء التوحيد في مساء النبوة في مساء المعاد وفي كثير من المسائل الأخرى أنا رأيت أحد المستبصرين وهذا كان في الأصل وهابي لكن الله سبحانه وتعالى هداه للإيمان هذا يقول أنا لسنوات كنت أذهب إلى زيارة الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو الأولياء من أمناء الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقول أقف أمام الظريح وأريد أتوسل لكن الجذور الوهابية تمنعني من التوسل لأنه سنوات طوال قد ضخ في مخه وفي فكره أن التوسل شرك مثلا أنه دعاء الأموات وأنه كذا وكذا وكذا إلى آخر العقائد السخيفة التي تخالف الكتاب والسنة يقول لسنوات كانت هذه الجذور موجودة فيه يعني عقلا أنا أعتقد بأن التوسل هو أمر أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله لكن نفسي لا تطاوعني لهذا التوسل لأجل تلك الجذور يقول إلى أن حاولت كثيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى وفقني وهداني لأن تزعى هذه الجذور الوهابية فبدأت شيئا فشيئا أتوسل بالرسول وبآله عليه وعليهم الصلاة والسلام فعلى كل حال كثير من هؤلاء المؤمنون الموالون في زمان الأئمة كانوا من المخالفين في الأساس لكن الله سبحانه وتعالى هداهم للإيمان فبقت الجذور الخلافية موجودة في قلوبهم لذلك كانوا يختلفون لكن لأن الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت منضما إلى القرآن الكريم هما الفيصل لذلك كانوا يكتبون للأئمة ويسألونهم عن هذه المسائل والأئمة بقدر المستطاع كانوا يبينون لهم ويهدونهم إلى الحق ولكل قوم هاد إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد من بعدك كل جماعة يعيشون في زمان الله سبحانه وتعالى اختار هاديا من أئمة أهل البيت لأولئك الناس إذن كتب إلى الإمام أن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد فمنهم من يقول جسم لأن كثير من العامة يعتقدون بأن الله جسم فذول إما كانوا من العامة أو يعيشون كأقلية في صفوف العامة وكل يوم يستمعون إلى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى له يد بالمعنى الحقيقي وله الرجل بالمعنى الحقيقي وأنه يدخل رجله في نار جهنم حتى تقول قط قط وأنه له عين بالمعنى الحقيقي وبعدين يضيفون لأنه هذا تشبيه لكن يريد يتملص من التشبيه بزعمه فيضيف كلمة بلا كيف له يد بلا كيف إذا هي يد حقيقية فهذا كيف لها وإذا هي ليست يد حقيقية هو المعنى المجازي يعني القدرة وهذا هو المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المتشابهة لأن الآيات المحكمة بيّنت معنى هذه الآيات المتشابهة على كل حال البعض من يقول جسم ومنهم من يقول صورة يعني إلى حدود هو مو جسم لكن إلى حدود زيان فشنو هو الحق هو جسم هو صورة هو شيء آخر فكتب عليه السلام بخطه هو بيده مو أنه قال للكاتب اكتب لا هو الإمام بخط يده كتب لأن المسألة مهمة حتى واحد لا يشكك أيضا في الكتاب وفي الرسالة سبحان من لا يحد ولا يوصف ليس كمثله شيء وهو السميع العليم أو قال البصير سبحان من لا يحد إذا هو جسم الجسم يعني مادة المادة العنصر المادي هذا الجسم الجسم محدود له طول له عرض له عمق له انتهاء عندما يصل إلى الأجسام الأخرى هذا الجسم ينتهي يبدأ جسم آخر الله سبحانه وتعالى لا يحد ولا يوصف أن تصف بصورة الله لا يوصف بذلك لا يوصف يعني لا يوصف بصورة وإنما الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه الله بشنو وصف نفسه الإمام يبين ليس كمثله شيء هذا إشارة إلى الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الوصف ليس كمثله شيء أنت أي شيء تشوفه هذا جسم الله ليس بجسم هذا صورة الله ليس بصورة وإذا شفنا ألفاظ تطلق على الله وتطلق على غير الله يعني نقول زيد عالم ونقول الله عالم هنا معنى العلم يختلف علم الله يختلف عن علمنا هذا اللافظ أطلق مثل المشترك اللفظي المشترك اللفظي بعض الأحيان لفظ واحد يطلق على معنيين زيان العين تطلق على العين الباصرة اللي هي في الرأس وتطلق على العين الجارية الماء الذي يجري من العيون وتطلق على الذهب وتطلق على الفظة هو اللفظ واحد لكن المعنى مختلف علم الله سبحانه وتعالى يطلق عليه علم وعلمنا أيضا يطلق عليه علم لكن لا يوجد تشبيه لماذا؟ لأن علم الله يختلف عن علمنا علم الله سبحانه وتعالى عين ذاته أما علمنا هو عادة علم حصولي يعني الصورة الأشياء تنعكس في أذهاننا هذا هو العلم الحصولي وبعض الأحيان علم حضوري بمعنى حضور الشيء كعلم الإنسان بنفسه والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صورة حتى يعلم فعلمه يختلف عن علمنا بالذات إذا الله موجود وإحنا موجودين لكن كلمة الوجود تطلق على الله سبحانه وتعالى بغير المعنى الذي تطلق علينا المعنى يختلف هسه شنو هو وجود الله سبحانه وتعالى لا نعلمه لأنه كنه ذاته مجهول لدينا نعلم بأن الله موجود وأن سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجودنا ولكن شنو هو ما ندري وقد ذكرنا في بعض الحلقات الماضية أنه حتى في الأشياء المادية إحنا كثير من الأحيان نعرف الأشياء المادية بآثارها ولا نعرف حقيقتها الكهرباء شنو هو إحنا نعرفه بآثار آثار النور في المصابيح الكهربائية مثلا أو الصعقة الكهربائية النتلة إذا واحد لمس الكهرباء عبر الآثار نعرف أما شنو حقيقة الكهرباء حتى العلم الحديث لم يتوصل إلى ذلك فما بالك بالله سبحانه وتعالى اللي هو ليس بجسم وهو خالق الأجسام إذا إحنا الأجسام أو الماديات لا نعرف حقيقتها فكيف بخالق الأجسام فعلى كل حال إحنا الإمام يقول الله لا يحد مو جسم لأن الجسم محدود لا يوصف الله مو صورة لأن الصورة توصف فكيف نصف الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم أو قال البصير الراوي تردد أن الإمام قال السميع العليم يعني كتب السميع العليم أو كتب السميع البصير لكن الظاهر الإمام كتب البصير لماذا؟ لأن هذه آية قرآنية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والسميع بمعنى العالم بالمسموعات والبصير بمعنى العالم بالمبصرات السمع والبصر في الله سبحانه وتعالى يختلف اختلاف جذري وجوهري وذاتي عن سمعنا وبصرنا احنا سمعنا شنو هو أمواج صوتية هذه الأمواج الصوتية تتحرك في الهواء ثم تدخل في الآذان تتحرك طبلة الأذن بطريقة معينة مذكورة في علم التشريح ثم تنتقل كأمواج عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ فنسمع جزيلا الله سميع يعني هكذا يعني أصوات تتحرك وتدخل في ذات الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك البصر عندنا بمعنى أنه الأمواج الضوئية تصطدم بالأجسام ثم ترجع كما ذكرناه في بحث الرؤية ترجع فالعين تلتقط هذه الأمواج الضوئية وتنقلها عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ فالإنسان يرى الأشياء وهل رؤية الله هكذا؟ كلا بصر الله ليس هكذا السميع يعني العالم بالمسموعات البصير يعني العالم بالمبصرات المحيط بها هناك حديث آخر أيضا في هذا المضمار عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام أحد الرواة وهو محمد بن حكيم أو حكيم قال كتب أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى أبي يعني إلى والد الإمام نفسه ابتدأ ذكرنا أنه في زمان المأمون وكذلك قبل المأمون راجت هذه الشبهات وفي زمان المأمون أكثر باعتبار الترجمة اللي صارت فالإمام هو ابتدأ بالكتابة ليعلم أصحابه التوحيد الصحيح كتب أبو الحسن موسى بن جعفر إلى أبي ماذا كتب؟ إن الله أعلى وأجل وأعظم هذه كلمات مترادفة المراد التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يدرك حقيقة صفاته إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته حقيقة صفة الله شنو هي؟ ذكرنا أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات الذات وصفات الفعل صفات الذات هي عين ذات نفس الذات هي نفس تلك الصفات العلم هو عين ذات الله القدرة هي عين ذات الله الحياة هي عين ذات الله سبحانه وتعالى هذه صفات الذات صفات الفعل مثل الخلق الرزق الله سبحانه وتعالى خالق رازق هذه ليست عين ذات الله سبحانه وتعالى لأنها ترتبط بفعل الله الله يخلق فهو خالق الله يرزق فهو رازق الله يحيي فهو محيي الله يميت فهو مميت وهكذا من صفات الفعل هي صفات فعل الله سبحانه وتعالى حقيقة صفات الذات مجهولة لنا لأننا لا نعرف كن ذات الله وحقيقة صفات الفعل أيضا مجهولة لنا لأنها أجل وأعظم من أن ندركها بعقولنا القاصرة فماذا نفعل؟ الله أعلى من أن نصفه اتوقف أنت عندما وصف به نفسه يعني عند الحد الذي وصف به نفسه لذا الإمام يقول فصفوه بما وصف به نفسه لله الأسماء الحسنى فدعوه بها بتلك الأسماء الحسنى لا تخترع من نفسك صفة لله واسم لله وتدعوه بذلك الاسم وبذلك الصفة كما ابتدع بعض الفلاسفة عبارة المبتهج بالذات يعني هو الله فيشعر بأنه هو الله فمبتهج فرحان مثلا والعياذ بالله هذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بهذا الوصف بل هو وصف للممكنات أنه يفرح بهذه الأمور فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك أي شيء غير الصفات التي وصف بها نفسه أتركه وفي حديث آخر عن الإمام الكاظم أيضا سألت أبو الحسن أبو الحسن المطلق أبو الحسن المطلق في الأحاديث يراد به الإمام الكاظم أبو الحسن الثاني الإمام الرضا أبو الحسن الثالث الإمام الهادي فإذا ذكر عن أبو الحسن يراد به الإمام الكاظم عادة المفضل يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الصفة فقال لا تجاوز ما في القرآن أو لا تجاوز ما في القرآن تجاوز من باب المفاعلة لا تجاوز يعني لا تتجاوز من باب التفاعل لا تجاوز أو لا تجاوز ما في القرآن لا تتعدى الأوصاف المذكورة في القرآن طبعا المقصود مو أنه لا تذكر الصفات المذكورة في الأحاديث بل الصفات المذكورة في الأحاديث هي مقتبسة من القرآن الكريم وهي مصاديق للصفات المذكورة في القرآن والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة أخذوا الأئمة من الرسول والرسول من الله سبحانه وتعالى فإذا ذكر الرسول صفة لله سبحانه وتعالى فهي في الأساس مأخوذة من القرآن حتى إذا بلفظها لا توجد في القرآن لكنها مستنبطة من القرآن الكريم لأن الرسول صلى الله عليه وآله يعلم ظاهر القرآن وباطن القرآن إحنا ما نعلم باطن القرآن إلا بالمقدار الذي بين لنا عن طريق الرسول وآله عليه وعليه الصلاة والسلام فإذن أنت ما لك حق أن تتعدى في الصفات وتتجاوز عن ما هو موجود في القرآن أو ما بينه الرسول والعمة آخذين ذلك قطعا من القرآن كمصداق للصفات المذكورة في القرآن الكريم أو استنباط من باطن القرآن الكريم الذي نزل بهذلك التفسير جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى فإذن هناك أحاديث أخرى في هذا الباب ومعانيها متقاربة مع ما ورد من الأحاديث الأخرى لأننا ذكرنا أنه كانت فتنة فلذلك الأصحاب كانوا يكثرون من السؤال فكثرت الأحاديث حول صفات الله سبحانه وتعالى ولعلنا نطرح بعضها في الحلقات القادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر